موسيقى 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 مساء الخير في قصة اليوم التي تخبرنا بها شجرة المعرفة سنتحدث عن واحدة من كنوز الحضارة الإنسانية مكتبة كلية ترينتي في دابلن إيرلندا والتي تعد من أعرق وأضخم المكتبات في العالم والتي تضم بين جدرانها نوادر الكتب والمخطوطات ولعظماء العلماء والأدباء عبر التاريخ شيد مبنى المكتبة في العام 800 ميلاديا من قبل بعض الرهبان تشمل ملكية المكتبة عدة مبان وتمتد أربعة منها في حرم كلية ترينتي وهناك جزء آخر موجود ضمن مركز ترينتي في مستشفى ساند جيمز في دابلن المبنى الأصلي القديم للمكتبة والذي هو تحفة المهندس المعماري توماس بورغ فعبارة عن مبنى ضخم يعلو وسط الجامعة ولا تزال المكتبة حتى الوقت الحالي محاطة بالمباني التي تماثلها بالحجم وتضفي عليها المزيد من الهيبة والرونق تعد المكتبة القديمة مكتبة ترينتي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في إيرلندا ويضم بناها غرفة رئيسية بنيت بين العامي 1712 و 1732 يبلغ طولها 213 قدما بعرض 42 قدما تحتوي المكتبة على حوالي 200 ألف مجلد من أقدم الكتب المتوافرة من حقبات تاريخية مختلفة وفي عام 1058 برزت الحاجة إلى إجراء عمليات توسعة في المكان كون الرفوف جميعها امتلأت بالكتب والمعروضات ويرجع ذلك إلى كون المكتبة أعطيت الحق بالحصول على نسخة مجانية من كل كتاب كان قد نشر في إيرلندا وبريطانيا يتبدى للزائر مشاهد جمالية فريدة من نوعها ضمن الغرفة إذ تصطف في الغرفة الطويلة مجموعة مميزة من التماثيل النصفية الرخامية عددها 14 تمثالا وتضم تلقته المكتبة من النحات الشهير بيتر شي ماركس إلى جانب العديد من التماثيل النصفية التي تجسد نخبة من الفلاسفة والكتاب والرجال الذين دعموا الكلية التي توجد فيها المكتبة تمتلك المكتبة مستوعبات وأدوات تخزين على مستوى عال من التجهيز ومزودة بتقنيات متقدمة وبمقدور المكتبة مع هذه النوعية العالية من الإمكانات والتجهيزات استيعاب مجموعات كبيرة من الكتب والوثائق والمواد والحفاظ عليها كما هي بالرغم من مرور الزمن تحتوي المكتبة القديمة العديد من الكنوز الفكرية الثمينة ومن أشهرها كتاب كيلز وهو مخطوطة مذهبة من الكتاب المقدس مكتوبة باللغة اللاتينية تعود إلى العام ثمانمية ميلاديا ويمثل كيلز أحد أهم آثار الفنون الدينية في العصور الوسطى ويلقى هذا الكتاب اهتماما نوعيا إذ أن أكثر من نصف مليون زائر يفدون إلى دبلن في كل عام للإطلاع عليه واستكشاف ما يحتويه من دلالات حضارية واجتماعية كنا معكم مشاهدين في قصة اليوم في رحلة إلى إيرلندا وإلى مكتبة ترينيتي الشهيرة ولتبقى المكتبات عامرة في ديارنا لأنها حاضنة العلم والتقدم قرأت في مقال منذ أيام عن رجل كان يسافر عبر مطار فرانكفورت فرأى الفيلة تنقل من الهند إلى أمريكا عبر ذلك المطار من دون وثقها بحبل واحد توضع الفيلة على الطائرة ثم توزع بين أقدامها الصيصان أي الكتاكيت فلا تعود تتحرك طوال ساعات خوفا من إذاء المخلوقات الصغيرة صاحب المقال راح يبحث عن هذا الكائن في الأعمال الأدبية لليوناردو دافنشي وفي هذه الأعمال ينصرف الرسام دافنشي إلى دراسة الحيوان على غرار معلمنا الجاحظ الشهير بكتابه الحيوان يقول دافنشي أن الفيل يمتلك ما يندر وجوده عند البشر ألا وهو الاستقامة والرشد واعتدال الطباع أما الجاحظ فقال أن الفيل أسرع الحيوان الوحشي أنسا بالناس يقول دافنشي أيضا إن رأى الفيل إنسان وحيدا وتائها فإنه يرده بلطف إلى الدرب الذي ظلى عنه ولا تسير الفيلة إلا جماعات يتقدمها متقدم وعندما تعبر الأنهار ترسل صغارها صوب المسيل منخفض بينما تقف هي على الصعدة لتكسر تيار الماء المشتد فلا يكون قادرا على جرف الصغار بعيدا إنه بطل كتابنا الفيل التاريخ الطبيعي والثقافي لدان وايل الكتاب من إصدار مشروع كلمة وقد نقله للعربية مشكورا الأستاذ جولان حاجي يستكشف الكتاب حيوان الفيل الذي يفوق وفق أرسطو سائر الحيوانات فطنة وعقلانية ويتربع في قلب ديانات العديد من الثقافات حول العالم ويتناول وايلي القوة الرمزية من خلال الإله غانيش إله الحكمة عند الهندوس وأعمال الأطفال الخالدة كما يتناول تصوير الفيل في الفنون الجميلة والآداب ثم يتطرق إلى ما يعانيه هذا الحيوان من مخاطر الصيد والترويض التي يتعرض لها في حدائق الحيوان وحلبات السرك وهذا ما نتج عنه اليوم بقاء ثلاث فصائل فقط منها وهي فصيلتا فيل السفانا والغابة الأفريقيين وفصيلة الفيل الأسيوي وقد ذهب الضحايا وبأعداد هائلة من هذه الكائنات على أيدي لصوص العاج إلى جانب تقلص مساحات الطبيعة التي تأويهم في هذا الكتاب ستقرأ عن هذا الكائن تركيبته عقله وعينيه وحواسه سترون كيف يشعر ويتفاعل وينقذ نفسه ويتواصل مع بني جلسه وتعرفون كم هو كائن طيب وودود ولا يستحق ما يفعله به البشر من صيد وإذاء وأسر لحاجات كمالية زائلة في البداية يتحدث الكاتب عن مسقط رأسه حيث يقبع على الجروف الساحلية لمقاطعة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا حيث التاريخ الطويل والممتد بين الإنسان البدائي والفيل أمضى وايلي هنا قرابة خمسة عشر عاما يبحث وينشر في مجال تاريخ قبائل الزولو وعندما أراد أن ينخرط في أبحاثه عن الفيلة وجد كوخه يفيض بأشياء تتعلق بها وعنها بطاقات بريدية منحوتات تقاويم وتماثيل فرغم تناقص أعداد الفيلة في العالم تناقصا سريعا إلا أن الكثير من الناس يظهر وحتى الآن ولا عهب الفيلة باعتبارها مصدر قوة ونصر وأيضا عطف وطيبة تعود وايلي الذهاب إلى حديقة الفيلة في آدو حيث يراقب بهدوء ما يزيد على أربعة مئة سليل ينحدر مما تبقى من فصيلة الفيلة الوحيدة التي كانت تحتشد في هذه المقاطعة منذ قرنين من الزمن لكن صيادي العاج الأوروبيين قد أبادوها تنتم الفيلة إلى عائلة الثديات أو الخرطوميات وقد عثر على أقدم المستحاثات والتي يناهز عمرها أربعين مليون سنة في مصر في رمال ألف يوم التي كانت فيما سبق غورا خصبا وابتكر اسم الخرطوميات العالم الألماني كارل إليغر عام 1811 تأسست عائلة الفيديات عام 1821 على يد جي اي غري وتتضمن حوالي 22 صنفا من الأصناف الـ 39 المعروفة من ضمنها الماموث المكسوب الصوف وقد شكل هذا الكائن دور البطولة في العديد من الأعمال التلفزيونية والروايات والأدب يبلغ حجم الفيل خمسة ونص طن ولذلك قال إيزدور الأشبيلي أن كلمة إليفنت تعني باليونانية الجبل ويتطلب وزن الفيل استهلاك هائلا للطعام ما يصل إلى 300 كيلو جرام وتستغرق رحلة الطعام في مسار جهازه الهضمي الذي يبلغ 35 مترا مدة 14 ساعة بالإضافة إلى أنه يحتاج مساحات كبيرة ليعيش فيها وعلينا أن نستوعب أنه أكبر الحيوانات البرية حجما والتي تقطن سطح كوكبنا ويسمح تكوين الفيل بنومه واقفا حيث لديه مجموعة كبيرة من المفاصل المرنة مثل ركبتي الإنسان مما يجعل من الفيلة حيوانات متسلقة ورشاقتها تفوق توقعاتنا وما يشير إليه منظرها بشكل عام يقول وايلي في كتابه الفيلة تمشي على رؤوس أصابعها بحيث تتجه عظام أقدامها بأكملها إلى الأمام والأسفل لينزل الحمل على وسادة من الشحم والنسيج الضام حيث ينشر الوزن بطريقة متجانسة على باطن القدم العريض يعادل حجم دماغ الفيل أربعة أضعاف حجم أدمغتنا مما يجعله يتميز بذاكرة ممتازة ومخ ومخيخ بدرجة تطور عالية يخبرنا الكاتب عن هيجان الفيلة أحيانا كسلوك عدواني يحدث عندما ترتفع مستويات الهرمونات في دمها عند إذائها مثلا وهو ما يبرر مقتل بعض سائسي الفيلة من قبل فيلتهم ويخبرنا الكاتب كمثال عن الفيلة نلي التي قتلت حارسها ويمكن رؤية الهيجان في تقطر سائل أسود من الغدد الصدغية التي تقع وراء عيني الفيل تماما وهذا هو مصدر الفرضية التي تقول أن الفيلة تبكي ولكن الواقع أنها كأن لا يمتلك قنوات دمعية ويتساءل الكاتب فيما بعد هل لدى الفيلة تاريخ؟ هل لديها حس بالثقافة؟ وعي بالذات؟ ما الذي تتناقله فيما بينها؟ وقد أجاب على هذه الأسئلة البعض مما درسوا هذا الجانب في منتجاتهم الأدبية منها رواية العظم الأبيض تعتمد فيه الكاتبة قودي على أبحاث لتفرد الحديث عن حياة الفيل العائلية وذاكرته التاريخية ووعيها الثقافي من وجهة نظر هذا الكائن حيث ترسم في روايتها شخصية فيلة تبلغ من وعي الذات ما يجعلها تتعرف إلى نفسها في المرآة يتحدث الكاتب في الفصل الثالث عن تصوير الفيلة حيث النقوش والرسوم الصخرية في أفريقيا ومئات وألاف اللوحات والتماثيل التي تعكس معتقدات وطقوس لقبائل بدائية ارتبطت بالفيلة وجاءت بين الطغيان والتبجيل مثل القصيدة الأقدم التي يضاعها الكاتب في حوزتنا عن الفيلة وما يقوله الأغزام في الكونغو والقابون وبيكو نقرأ أبيات منها رغم المطر الذي كان يضرب الغابة بالسياط كان والدنا الفيل متثاقلا يخطو الفيل الذي ليس بوسع شيء أن يقهره في الغابة التي يدمرها بمشيئته والدنا الفيل إن صياد بعيد يسمعك يا صياد الفيلة استل قوسك يأتي وايلي أيضا على ذكر الملحمتين السنسكريتين التي تعودان إلى الألف الأول قبل الميلاد والتي تصور قانيش الإله ذو رأس الفيل وهو الأشهر بين سائر الآلهة الهندوسية ويتربع الفيلة المقدس على مساحة كبيرة في الملاحم الفيدية في العصور الباكرة للهند لا يغفل الكاتب عن روايات الأدب العالمي التي تتعلق بالفيل مثل التي كتبها رايدر هاقارد عام 1886 بعنوان مناجم الملك سليمان وتدور أحداثها في أفريقيا وأسست هذه الرواية لمن كتبوا بعده في الأدب عن الفيل ومنهم أرنست هاميغواي في قصته تلال مثل فيلة بيضاء ثم أعقبه الكاتب قصص المغامرات جون جوردن في روايته الرائدة أطول من الأشجار كذلك كان هناك العديد من الروايات التي جسدت وحشية الصيد ضد هذه المخلوقات فيما سمي بأدب الصيد ولا نغفل عن مساحة الكتب التي فردها الكثير عن الفيل في أدب الأطفال مثل بابار شخصية الفيل الخيالية الأكثر شعبية وهو الفيل الصغير الذي ابتكره جاندو برونوف في فرنسا عام 1931 وتحولت هذه الشخصية إلى أعمال درامية وسينمائية وعروض موسيقية للأطفال يقول وايلي في كتابه ينتمي بابار إلى عالم الأطفال من خلال براءة مظهره واكتناس شكله المطوع عالمه هو عالم من الحب والحكمة بهي هو فيل يمتطيه ملك وجليل هو ملك يمتطي فيلا وهكذا ينبغي حماية الفيلة كما تحمي حياة ملك بهذه العبارة يستهل الكاتب الفصل الرابع بعنوان استخدام الفيلة وهو ما رواه كاتب هندي حيث ينقل كيف استخدم الناس الفيلة تمجيدا لأنفسهم ولهذا يحتفل الهندوس بعيد ديزارة الذي يكرمون فيه حيواناتهم يتقدمهم في الضخم عبر شوارع نيودلهي مزينا بالحرير وأجراس النحس أيضا ينقل لنا مشهد أمير ويلز في عام 1876 وهو يتسلق خاصرة فيل ليدخل هودجا دلالة على انتقال السلطة ثم يعرض الكاتب على استخدامات أو استغلال الفيلة في الحروب والمعارك وترويضها لنقل البشر والأشياء الثقيلة مثل فيل باندولا الذي حمل في موسم واحد ثلاثمائة طن من خشب الساج في فصله الأخير الحفاظ على الفيلة يعرض وايلي إحصائيات تظهر تراجع أعداد الفيلة بسبب الاستغلال القاسي والمؤذي لها في سبيل المتاجرة بعاجها بين عامي 1500 و 1700 كانت كمية العاج التي تغادر أفريقيا تزيد عن 100 طن سنويا وفي سنوات لاحقة استوردت الهند وحدها 250 طن من العاج سنويا وذلك بعد أن قطنت مئات الألوف من الفيلة البرية غابات آسيا في مطلع القرن العشرين أما اليوم فعددها يقل عن 35 ألف بالمقارنة مع الفيلة المروضة التي باتت أربعة آلاف بعد أن كانت مئة ألف عام 1900 أما في العام 2003 قدر أن هناك ما يتراوح بين 14 ألف وخمسمائة وخمستعش ألف فيل أي ما يقارب ثلث المجموعة الكلي للفيلة الأسيوية تعيش في الأسر في بلدانها مثل كمبوديا والهند وسيرالينكا ومينمار وسومطرا أما عن استغلال الفيلة في السيرك فيقول الكاتب أنك إذا بحثت على مواقع الإنترنت عن الفيلة في السيرك فستجد أرقام ليست بصغيرة حيث هناك 90 فيلا في حلبات السيرك الألمانية وحدها في ريشة ودوال اليوم سنتحدث عن رواية الحب في المنفى للروائي بهاء طاهر بين الحب والغربة هل هناك مسافة؟ قد تتباعد المسافات جدا بين الاثنين ولكن تبقى تزيد حاجة كل منهما للآخر فكلما زادت الغربة زادت حاجتنا للحب وكلما أحبتنا الغربة بحثنا عن حب آخر يبتلعنا بعيدا عنها رواية الحب في المنفى للروائي بهاء طاهر إحدى البصمات المميزة في مسيرته الأدبية وهي من ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية ووصفها الناقد الدكتور شكري عياد بنموذج جديد للرواية الواقعية يتحدث طاهر عن الغربة التي بدأت رحلتها بعد فصله من عمله في الإذاعة المصرية إذ اتجه إلى مدينة جنيف بسويسرا فانكب طاهر على مشاعره وسكب كل مشاعر الغربة في هذه الرواية التي تسرد للقارئ مشاعر متناقضة ما بين الحب وغربته وما بين الغدر والخيانة ويؤطرها بأحداث تاريخية عربية وعالمية ما بين بيروت والشيري في منتهى الجمالية والدقة الصراع في رواية طاهر داخلي تتواجه شخصه أمامنا بمهارة أدبية يجعل نفوس أبطاله تتصارع أمامه ويقف طاهر معهم يتحدث إليهم وعنهم ويجيب عن تساؤلات نطرحها نحن أثناء قراءتنا قصصهم رواية طاهر تنقل لنا أحساس الحنين إلى الوطن في سر جميل ومتسق في أدب الاقتراب في قراء فقالوا لليوم سنتحدث عن واحدة من الكاتبات العربيات التي ارتبط اسمها بشكل خاص بأدب المرأة وأدب الطفل الأديبة الراحلة إميلي داود نصر الله وهي أديبة وناشطة نسوية ولدت ونشأت في لبنان نشرت عددا من الروايات وكذلك المجموعات القصصية للأطفال تلقت إميلي نصر الله تعليمها الجامعي في بيروت عملت كروائية صحفية كاتبة مستقلة معلمة ومحاضرة وناشطة في حقوق المرأة أول رواية لها نشرت عام 1962 طيور أيلول وحصلت على ثلاث جوائز أدبية ترجمت العديد من رواياتها إلى الإنجليزية والفرنسية نالت إميلي نصر الله العديد من الجوائز عن أعمالها منها جائزة جبران خليل جبران من الرابطة العالمية لكتب الأطفال وجائزة مؤسسة التراث العربي في أستراليا عن رواية يوميات هر وجائزة أصدقاء الكتاب من أعمالها شجرة الدفلة تلك الذكريات روتري الأيام خبزنا اليومي أوراق منسية شادي الصغير على بصاط الثلج نساء رائدات من الشرق والغرب مقولتها لليوم هناك أبدا نافذة كوة صغيرة يطل منها النور مهمت لهمة الظلمة ويظل الإنسان يصارع باحثا عن الكوة إميلي نصر الله كاتبة وصحفية لبنانية في ختام كتاب الفيل التاريخ الطبيعي والثقافي يقول وايلي أود أن أترك الكلمة الأخيرة للروائي رومان غاري في نزاعاته للمحافظة على الفيلة كمخلوقات شريكة في هذه الحياة على كوكبنا وكما يذكر في روايته جذور السماء حيث يقول كلا أنا لا أصطاد الفيلة يكفيني رضا العيش بينها إني أحبها أحب النظر إليها والإنصاط إليها ومشاهدتها على مد الأفق فلأخبرك بالحقيقة سأعطي كل ما أملك كي أصير أنا نفسي فيلا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة